يعني حقيقة المعجزة وفلسفتها ومتى يمكن أن نسمي المعجزة فعلا حقا معجزة وهل يجب أن تكون واضحة مجبرة ملزمة للإيمان نعم هذا الموضوع نفهم من كلام حضرة المسيح المعودة عليه الصلاة والسلام حيث تحدث حضرته في تعريف المعجزة وإذن تحدث متى يمكن اعتبارها كمعجزة يقول الآيات المبينة هي التي يعجز الخصم عن مبارزتها ما لم يستطيع الخصم مبارزته يكون عجازا مهما كان إذا كان التحدي قد صدر بهذا الصدد صلفا يعني هناك يكون تحدي والخصم لا يستطيع بل يعجز من مبارزته تذكروا أن الله تعالى منع من الآيات الاقتراحية لن يتشجع نبي قط ليقول بأني جاهز لإراءة أي آية تطلبونها بل سيقول دائما إنما الآيات عند الله وهذه علامة صدقه يعني هو يظهر المعجزة بكونه مبعوث من الله تعالى فالمعجزة أيضا يجب أن تتحقق من خلال ظهور صفات الله تعالى يعني واحد مثلا يطلب يعني أن أريد كذا وكذا شيئا إذا واحد يحضر له هذه ليست معجزة أما المعجزة مثلا الطفل الرضيع يشعر بجوعه بالجوع ويبكي فينزل الحليب على صدر أمه بدون أي توصل هناك لابد التواصل مباشرة فهذا لأن هناك العبودية والربوبية فيجب أن تحدث المعجزة من خلال ظهور صفات الله تعالى ومنها ربوبية حسب طلب العبودية وليس أن هناك واحد يطلب كما يشاء وهذا لا يمكن أن يقول له معجزة هذا ما يقول المسيح المعود عليه السلام يعني الأنبياء هماذا يقولون إنما الآيات عند الله وهذه علامة صدقه يستنتج العداء الأشقية من مثل هذه الآيات إنكار المعجزات ولكنهم لا يدرون حقيقتها لذلك يوجهون اعتراضات كتلك وليس في قلوبهم تبجيل ذات الباري ولا أدب لجبروته ما حقنا على الله حتى نقول بأن يفعل حصرا ما نريد نحن إنه لسوء أدب وإن إلها من هذا النوع لا يمكن أن يكون إلها أصلا غير أنه من فضل الله أنه أعطانا أملا ورفاهم منا قائلا ودعوني أستجب لكم ما هذا لنا هذا الطريق يعني أربطوا بي وان طريقي تظهروا المعجزة ولم يقول بأنكم ستعطون كل ما تسألون عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات التي اقترها الناس بأنفسهم رد عليهم بتعليم من الله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا إن رسول الله لا يتجاوزون حدودهم البشرية أبدا بل يهتمون بآداب الله ثم يقول إذا نؤمن بأن الله تعالى يريء الآيات حين يشاء ولكنه لا يريد أن يجعل الدنيا قياما إذا كان مكشوفا مثل الشمس فما معنى الإيمان أصلا ومعنى الثواب عليه أي شقي سينكر في هذه الحالة إن مستحيل واحد ينكر ويذكر المسيح المعود عليه السلام مثالا مثلا إذا كانت القبضة يعني قبضت اليد مغلقة وأخبر أحد بما فيها يمكن أن تكون فراسته جديرة بالإشادة ولكن إذا فتحت وظهر ما فيها ثم قال أحد بأني أستطيع أن أخبر ما كان فيها فلا معنى لقوله هذا كذلك إذا أخبر أحد برؤيته الهلال نعده حديد البصر لأنه رأى الهلال أما إذا صار الهلال بدرا ثم قال أحد أنه رآه طالعا فسيعده الناس مجنونا إذن من خلال هذا التعريف الذي ذكره المسيح المعود عليه السلام للمعجزة يعني يتبين أن مصدرها يكون من الله سبحانه وتعالى ثانيا تكون من باب التحدي وتعجيز المكذبين ثالثا تكون جلية لا تكون جلية كالعادي يعني لا تكون جلية لكل ناظر بل لا بد من أن يكتنفها بعض الخفاء لجلاء الإيمان وتمحيص القلوب لذلك الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في القرآن أيضا أن حالة الذين يعتريهم التكبر والغرور تصرف عنهم رؤية الآيات والمعجزات حيث قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين كذلك جاء في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر إذن المعجزة الحقيقية يكون من الله سبحانه وتعالى ومن خلالها تظهر صفات الله سبحانه وتعالى وتربط العلاقة بين الربوبية والعبودية ويكون فيه خفاء ليظهر لأن يكون الإنسان الذي يراه ويجب أن يكون إنسانا نظيفا طيب القلب لا يمكن يظهر على متكبر أو من يحمل أمراض روحانية في ذاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر